السلام الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله عن المحاضرة اه رقم تمانية في مادة نبائط الكترونية احنا خلصنا في المحاضرات اللي فاتت الكلام عن البيبولر جنجشن ترانزيستور وهنتكلم النهاردة عن اه يعني اخوه التاني شقيقه التاني اللي هما الاتنين بيكونوا اه عصر التقدم اللي احنا فيه اللي هو او اه ده النوع التاني من طب احنا في الاول كده قبل ما نشرح التكوين هنشرح كده الفروق بسرعة اه بين النوعين قبل ما نشرح التركيب فاحنا طبعا اه المصفت حاليا هو فيه ديفايسز خاصة فيه جوه الايسيز الايسيز اللي هي طبعا عارفين احنا اختصار اللي هي دايرة كاملة بتبقى موجودة على واحدة دايرة متكملة موجودة على واحدة المميزات بقى الموجودة في المصفت مقارنة به ان هو اصغر في الحجم تصنيع بتاعه اسهل في التصنيع كمان بتاعه بيبقى اقل في الباور بيستهلك باور اقل من زائد ان هو كمان اه في بقى اه مستخدمة كتير طبعا هو اه هو المستخدم اكتر هو المستخدم في اكتر يعني هو المستخدم في الحاجة والكلام دا كله بتاعه مستخدم فيها اه المصفت زائد ان هو كمان اه فيه طرق كتير بيستخدم بيخليه هو بيستخدم حصريا في تصنيع دوائر كاملة على يعني ممكن ما نحتاجش مكونات تانية معاها على جوه غير المصفت بس يعمل لنا كل حاجة في الداير بتاعك طبعا اه وصلنا كمان في التكنولوجيا بتاع التصنيع بتاعه ان انا ممكن نحط اكتر من اتنين مليار طبعا اه اتنين مليار تنزيستور على اه الشباية الواحدة او الواحدة زي والرامات وكلام داخله طبعا كمان احنا عدلنا الاتنين مليار دا كتير دلوقتي طبعا التكنولوجيا دي اللي هي اسمها اللي هو طبعا دي مميزات طبعا مدياله هامية كتير جدا جدا في العصر بتاعنا طبعا احنا هو المستخدم اه في تصنيع والرامات ومعظم الديجتر كلها اللي احنا اه شغالين بها حاليا. طيب تعالوا بقى نتكلم على ازاي التركيب بتاع اه الموسفت اه ترانزيستور والفرق طبعا بينه وبين تركيب قدامنا زي احنا شايفين كده بقى في عندي سابستريت سابستريت دي اللي هو الجسم الكبير اللي هو الان موسفتايب ده بيبقى في عندنا السابستريت اللي هو القاعدة اللي بيبتصان على الترانزيستورات كلها بتبقى عبارة عن بي طايب وبتبقى عندنا منطقتين بقى اه ان طايب زي احنا شايفين كده بس بيبقى يعني موجود فيهم دوبينج عالي يعني التركيز عالي وبالتالي فيهم عالي يبقى في منطقتين عندنا ان بوسف دي معناها هيفلي دوبت تمام? المنطقة اللي بينهم بقى طبعا دي نتيجة السابستريت هي برضو بيه تمامك ده? يبقى كان Annie لكن بنحط فوقها بقى فيه الطابقة اللي هي تاوت اللي هو والشورة دي عبارة عن اوكسيد سيليكون ودي مادة عزلة بتاعها دي بقى لها تي او اكس زي ما احنا شايفين كده دي تبقى عبارة عن مادة عزلة اللي هو سيليكون ثم بنحط فوقها بقى المتال ده اللونリسفو ده عبارة عن معدن وده موصل طبعا جيد زي ما عناعرفين سبام كده طبعا الجزء اللي تاتح وتابعا وهنا وهنا ده عبارة عن معدن توصيل عشان نوصل الاجزاء المختلفة. طيب اه ازا زي ما احنا شايفين كده الفرق هنا انا حاطت فيه فرق هنا رئيس ده عبارة عن برضو. لكن اه زي ما احنا شايفين انا مش موصل زي مش موصل البيز هناك كانت تسمعها البيز هنا طبعا هنسمع بقى اسمات جديدة بتاعتنا مش موصل اه توصيل مباشر للبي اللي في النصف زي ما كان فيه ولكن حاطت مادة عزلة من اكسيد السيليكون اه اي اوتو ثم المعدن وقياه. طبعا نتيجة كده طبعا بديج Left of ما بقاش في عندي طيار في مباشر في عندي طيار في الطيار. طب احنا ازاي بقى هنتحكم في اه 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 هنتحكم في الطيار هنشوف بلوقتي احنا ايه اللي بيحصل كده مع بعض في اه 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 طريقة التشغيل. تمام كده? طيب اذا انا عندي هنا في عندي اول حاجة بقى احنا بنعملها احنا فيه عندنا هنا طبعا البودي ده اللي هو البودي دوت. مبدئيا كده بيتم توصلها بحيث تكون كل في عندي هنا اتنين هنا وهو. الاتنين يكونوا في الريفيرس. بحيث يكون الاتنين موجودين في الريفيرس. ازا طالما الاتنين موجودين في الريفيرس يا جماعة والاتنين طبعا عكس بعض. لان واحدة فيهم اللي في اليمين طبعا آآ بص الناحية دي واللي في الشمال بص الناحية التانية. اه يبقى هكون النتيجة ايه? ان ما فيش معدي. طبعا دول كده كأن يعني طبعا معلش الرسمة. تمام كده? يبقى الاتنين دول ايه جماعة? الاتنين في الاتنين بصين عاكسة بعض. والاتنين في هكون النتيجة ان ايه? هكون النتيجة ان ايه? ان ما فيش اي في الوضع الحالي اي ما فيش اي في الوضع الحالي هيعدي لان البودي دوت متوصل دايما بحيس يكون مخلي ديت والبي ديت الاتنين فين طيب بنعمل كلام ده ازاي عموما? احنا عندنا دايما السورس بيقى متوصل بفولت زي ما احنا عارف دلوقتي اقل من طبعا احنا نسمي بقى اسمائة بتاعتنا بتسمي ده السورس واللي في النص ده ما سميه الجيت واللي في اليمين ده ما سميه الدرين فبنوصل دايما البودي ده بنوصله بمين يا جماعة? بنوصله بالسورس. بنوصل دايما بين السورس فهكون نتيجة طبعا ده بيبقى موجود. الجهد موجود فهتكون النتيجة ان الاتنين دول دايما موجودين فين في الوضع بتاع الريفيرس ده في الحالة في الوضع العادي ان دايما دول ايه? اه في الريفيرس. تمام كده? طيب احنا نشوف بقى احنا اه يعني ايه اللي بقى هيحصل فيه اه التشغيل بتاعنا. زي ما انا كده عارفنا خلاص اه الخلاص الاتنين بقى زي ما احنا قلنا دول عطول موجودين في الريفيرس. احنا بالنسبة لي مدام انا موصل خلاص بالسورس فهناعتبر ده كانه بس لان خلاص البودي خلاص هيحمله وانا عطول متوصل توصيل السورس يبقى هو عندي تلات اطراف اللي هو السورس والجيت والدرين. اه ودول هم بقى اللي احنا هنتكلم عنهم في الفترة اللي جاية في التواصلات والجهود وكلام ده كله واحنا عارفين ضمنيا ان البودي متوصل في السورس دايما. خيب خلونا نتكلم بقى عن ازاي اه الترانزيسور ده هيشتغل. خلونا ناخد الحالة الاولى اللي هي هيبقى فيها آآ زيرو جيت فولتج. خلاص انا كده حاطت آآ زيرو آآ جيت زيرو فولت على الجيت. قلنا خلاص الجيت هي اللي في النص هنا. عندنا السورس. ده السورس وده الدرين. آآ لو انا حاطت آآ زيرو جيت زيرو فولت على الجيت زي ما احنا نقول بكده عبارة عن طو باك تو باك دايود. اتنين دايود عكس بعض. فمستحيل هنا ايه? مستحيل هنا هيعدي. طبعا ازا جيه يعدي في الاتجاه من للسورس هيبقى في واحد آآ لو الجيه يعدي من السورس للدرين هيبقى في واحد فدايما آآ لو انت هتطبقت اي فولت في دي اس هيبقى تايما الفولت دايما الطيار ايه? الصفر. لانها عندنا عبارة عن زي ما احنا سمنا بكده عبارة عن اتنين دايود والاتنين عكس بعض. مش هسمع باكده ولا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه. طيب. هل هنا نكلم بقى عن النقطة التانية. طب هابدأ انا حط على مين? على الجيت. تمام كده طبعا احنا بسميه يعني بالنسبة للسورس. لأحنا السورس هنا دايما في التوسط بتاعتنا وهنا موسطيون الارضي. فاحنا دايما بنحسب ده عبارة عن ايه يا جماعة? عبارة عن نقص في سورس. يعني بحط هنا زيادة يعني الاكبر من الجيت والسورس. فالفي جي اس عبارة عن في جيت ناقص في سورس. هنا السورس بنسبة لنا ارض فالفي جي اس زي ما احنا شايفين هي القيمة بتاعتها دي. طيب. ايه اللي يحصل بقى ما بتدنا حط انا فولت هنا. هبتدي الاول هحط فولت موجب. هحط فولت ايه? موجب. فاول نحط فولت موجب. ايه اللي يحصل هنا? طبعا هنا ده معدن. لكن المنطلة تحتها يا جماعة عزلة. لكن نتيجة ان وجود هنا فيه شحنات موجبة. هيكون ايه اللي يحصل? احنا يهتحتها على طول? البي طايب. البي طايب فيها ايه? فيها وهولز. والهولز طبعا عقولنا شحنات موجبة هي حرة الحركة. فهكون النتيجة كل ما يزيد ده شوية هاتبعد عني وتروح فين? ابعد جوة ابعد جوة إبعد جوة على كل ما يزود هحكون نتيجة ان الاي؟ لهولز هاتبعد. فهتكون للمنطقة اللي احنا شايفينها دي اللي عنا سمناها اللي دي اسمها زي ما كان بيحصل هناك بالزبط دي منطقة ما فيش فيها اي ما فيش فيها ولا هولز. تمام كده? يبقى انا حطيت هنا هكوني نتيجة ان هيتنافر مع الهولز اللي تحتيه هنا. فعنا فيش طيار معدي لكن هو اه اللي بيقى فيه دي نتيجة الوجود الشوحنات المجابة هنا. هكون نتيجة ان الهولز دي هتبعد ويكون لي حاجة اسمها يا جماعة اللي هي المنطقة المرسومة هنا بالنسبة لنا بالابيض. طيب لو فرضنا انا زودت كمان اكتر شوية. الكلام هنا موجب. فالشحن هنا موجب. فهكوني نتيجة ان في جزء من اللي موجودة هنا اللي هي السالبة هتبتي تنجازب وتروح تعمل لي ايه يا جماعة? تنجازب وتروح توقف هنا. تنجازب من الناحيتين وتروح توقف ايه? هنا. فهكون النتيجة ايه? ان ما في عندي مجموعة من اللي هتنجازب وتكون موجودة هنا. تمام? وكل ما تكبر المنطقة اللي تحت دي ايه? هتكبر هتعمل لي هنا حاجة اسمها كأن بقى فيه مستحدثة موجودة تحت هنا نتيجة وجود الجهد الموجب اللي موجودة على الجيت. جات من ايه? ان هي بقى فيه جهد موجب كفاية انه يعمل ايه? انه يطرد الاول الهولز الهولز راحت بعيد خلاص لان هي تنافرت مع شوحنا الموجبه. ثم كمان يجزب الايه يا جماعة? من السورس ومن الدرين فعمالي هنا كأنها ان طيب هنا موجودة. اه وطبعا دلاتي ما ببقى مدام بقى فيه هنا وهنا وهنا لو طبعت طبعا طيار هيبقى فيه عندي ايه? ما بين الدرين والسورس هيبقى فيه عندي كاريار زي تقدر تتحرك اه من الدرين لحد السورس. طبعا قبل كده ما كانش بيه حاجة بتتحرك لان احنا قلنا قلنا كانوا ايه? قبل كده كانوا اتنين دايود عكس بعد لكن وقلنا دا اختلف خلص دلوقتي بقى فيه ايه? بقى كأنها فيه هنا وهنا وهنا لو حطيت طيار بقى حطيت جهد من الدرين والسورس هيحصل ايه? بقى في عندي حرة الحركة تقدر تتحرك من الدرين والسورس بشرط ان هنا يوصل لقيمة معينة انه يكون عمالي للشانيل دي. والقيمة دي احنا هنسميها يا جماعة هنسميها القيمة دي اسمها ايه يا جماعة? اسمها هو ده القيمة اللي عندها بتبقى خاصة كونة واقدر يوصل طيار. طب قبل ما نوصل للقيمة دي بيبقى الواضع ده من سميها يا جماعة بتسميه لما يكون مفيش حطيت خلص على الجيت او اهل من ده بسميها يبقى هنا خلاص مفيش اي طيار ممكن يعدي خلاص مهما حطيت ما بين الدرين والسورس لان اتنين ضيود عكس بعض. طيب اول بقى مبتدى حط انا على الجيت وعدي وبقى في عندي مستحدثة موجودة عشان كده سمينا ده طيب ما بين وبالتالي لو انا حطيت جه دي بقى بين هكون في تقدر تتحرك وتقفل الدائرة. والفي عندنا اللي هي بتبقى تاخد قيم وانا حسب التصنيع ممكن تتراوح ما بين اه تلاتة من عشرة لحد اه واحد ودي كنترول دي اثناء الايه? اه التصنيع. طيب دلوقتي ازا اه احنا في بقى حاجة تانية هنعرف ايه هي لو انا انا لازم ازيد عن عشان تبقى هنا تقدر تتحرك. فالقيمة اللي هزدها اكبر من ديت اللي هي هسميها اللي هي اسمها اسمها يعني انا زدت ايه عن لان طبعا القيمة دي هتبقى مهمة معنا في المعابلات بعد كده. يبقى عبارة عن ايه? لو فرضنا هي ابدأ اوصل? لو فرضنا اوصل مسلا كانت بي واحد فولت. تمام? لو حطيت عليها اتنين فولت ومعناها انا زدت عن الواحد بكمان واحد يبقى ده اسمه عبارة عن ناقص يبقى هو عبارة عن ناقص يعني انا زدت ايه عن القيمة بتاعة طيب تعالوا نشوف بقى لما ابدأ اطبق انا على ما بين والسورس هنبدأ نتكلم الاول على ما بين السورس بتتكلم مسلا حوالي في حدود الخمسين ملي فولت طبعا كل الكلامنا ده حاليا دي سي بنلاقي ان في علاقة ما بين والطيار بنلاقي علاقة ما بين مين الطيار اللي هيعدي والفولت طبعا اللي هيعدي دي مدم علاقة لينيار يبقى ازا نقدر نمثلها باي يا جماعة نمثلها بمقاومة طب والمقاومة هنا العلاقة بينهم ايه بتمثل بالعلاقة دي ميو ان تي او اكس دابليو على ال في اللي احنا قلنا هنسميها عجل كده احنا قلنا القيمة دي مهمة جدا معنا هتفر معنا هنا طبعا ناخد بالنا هنا لو بزيرو يعني ما زدناش عن هتبقى العلاقة دي كلها بايه بزيرو يبقى ازا لازم ازيد عن العشان يبدأ يكون في عندي طيار وقيمة الطيار ده هتوقف برضو على مين زي ما احنا قلنا على طبعا دي هنا البرانتر الثاني دي عبارة عن عموما دابليو على ال اللي مسميها الاسبكت ريشيو ال سي او اكس مسميه لو خدنا الميو ان في السي او اكس على بعض ده اسمه لو خدنا التلاتة كلهم على بعض بقى اه اللي هو ميو ان في السي او اكس في كل دول على بعضهم بنسميهم اي ان وده اللي هو بنسميه اه مصفت على طول على طول اللي هو بيساوي تلاتة كلهم مع بعض تمام يبقى كل ده لكن الاي دي معتمد على مين ومعتمد على ودي الشكل بتاعهم يبقى زي احنا نشاهدين كده يبقى هيزيد بشكل مع بشرط طبعا كلمة هنا قيم ايه صغيرة بيزيد بشكل ايه? شكل على حسب اه طبعا باللينير زي بات زي ما احنا قلنا على حسب اديه. لو كده واحد اتنين احنا قلنا ده هيقفر معنا ادي ايه? انا زايد اه عن الفي تي الفي جي اس ادي زايد عن الفي تي. طيب اعني هنا عندنا علاقه ما بين يبقى في العادي بتسوي يبقى القيمة دي كأنها بتساوي واحد على ار بالضبط كده قيمة دي بتساوي كأنها واحد على ار زي ما احنا جايفين ده كيعن الريزيستنس اللي موجودة في هذا التوقيت او مقلوبها الجي اه اللي هي بسميها الكوندكتنس سواء بقى دي او دي بسميها الريزيستنس او كوندكتنس طيب ازا العلاقة دي بتبقى لينيار ما بين الطيار والفولتر ما بين الدرين والسورس لما يكون ايه يا جماعة اللي بقى يكون طيب لو احنا بقى بدأنا تزيد عن كده ايه بقى اللي هيحصل? طيب خلينا هنا نفتكر حاجة مهمة ايه بقى اللي خلى دي تشتغل من الاول خالص? ان انا حطيت على الجيت ما بين جيت والسورس زي ما انا شايفين وعمل لي المفروض اللي موجود هنا صح كده? وجدت ازاي من ان هنا كانت فيه شحنة موجب فسحبت هنا من هنا ومن هنا صح كده? طيب اما بدأت انا حط شحنة موجب على ده معناها ايه? ان بقى فيه كل موجب على تبتدي تزيد ما بقاش فيه تفضيل الفري الالكترونز ان هي تروح من الهن من الهن ليه? لان بقى هي كمان عندها كمان شحنة موجب وكل ما تزيد اكتر كل ما يكون النتيجة ان ايه? ان عدد الفري الالكترونز اللي هتروح من الدرين للسورس هنا ايه? اقل فهكون النتيجة ان ما بقاش شكلها منتظم زي ما احنا شايفين. مش منتظم ليه? يعني انا حطيت اللي هو طبعا احنا عارفين اللي هي تساوي زائد لو جبت الناحة التانية طبعا احنا هيبقى بساوي ناقص بالنسبة للجنب ده عند السورس الموجودة زي ما هي. لكن بالنسبة اللي عند الدرين هتقل بقيمة هتنقص بقيمة الفري دي اس. طبعا كده? ما هو ده اللي كان مين? اللي كان جايب لي الفري الالكترونز هنا. فكل ما الفي دي اس تكبر تكبر معناها ان الفولت هنا بقيمته كموجة بايه? فرق ما بين الجيت والدرين بقى اقل. فهكون نتيجة ان الفري الالكترونز اللي هتروح هنا اقل واقل. فتبدأ ليه يا جماعة? شكل بقى غير منتظم يبتدي كل ما زي ما احنا شايفين كده. اه كل ما اه الالكترونات تزيد. ازا زي ما احنا شايفين كده هيبقى شكلها اه برض او يعني اه 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 هادي الشكل اللي هو مش منتظم قدامنا ده. طيب قبل ما نتكلم بقى في اه لو زودت في دي اس عن كده الا ياس خليني نتكلم على الوضع الحالي. المتوقع هنا ايه اللي يحصل? المتوقع هنا ايه اللي يحصل? ان هتبقى تتوقعه كده النتيجة ان دي داقت او اتخانقت هكون نتيجة ايه? ان بقت المقاومة اعلى. بقت في مقاومة اعلى. وكل ما هتزيد هكون المقاومة بتزيد اكتر. ازا ما بقتش العلاقة زي ما كانت قبل كده. تمام? كده ما بقتش العلاقة ايه? ما بين الايه? والفي دي اس. اما كان خالص كانت شكل منتظم فكانت العلاقة تمام? كل ما تزيد لكن هنا نتيجة ما بتزيد بدي حصل فيه زي خن في من الجنب عند هكون نتيجة هتحصل مقاومة اعلى. والعلاقة هتتغير هتاخد بقى العلاقة الشكل قدامنا دوت. اللي هو هتبقى اه اه طبعا الفي او في طبعا دي اللي هي في 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 دي اس ناقص نص في دي اس تربيعي. بدا الشكل بتاع العلاقة طبعا دي او دي اللي فوق تحت دول اتنين نفس العلاقة. ما بين الاي دي والفي دي اس. قلنا الشكل بقى اخدنا الشكل دوت ليه? لان كل ما بتزيد الشكل دي ببقى اه بتتخنق اكتر بقى اكتر عن ناحية مين الدرية. ازا ما دام زي ما احنا قلنا كده اهو ادي هو الشكل العلاقة يبقى في الاول لينير. تمام كده? ما بين الاي دي والفي دي اس. جزء في الاوني فيه بتبقى فيه لينير. لكن لدولة اللي هو احنا ما مدينا آآ الخط ده على استقامته كده. تمام? هنلاحز ان هنا ايه? طبعا بس اكتر شوية. هنا كده هو. ده الشكل بتاع اللين. هنلاحز ان هنا كده ايه? ان انا لو فضلت ماشي لينير يا جماعة كان مفروض يبقى الطيار هنا فين? عند القيمة دي. لكن هنا نتيجة زيادة المقاومة اللي حصل بقى الطيار هي دي التربيع المعادلة اللي فيها تربيع. بقى الطيار بنسبة في دي اسي. يعني لو فرضنا عند القيمة دي كده كان مفروض لو فضلت ماشي لينير كان تبقى الخط هنا تقريبا لكن نتيجة طبعا زي ما احنا قلنا الشكل اللي تغير بتاع التشانل والخن اللي حصل عند الدليل هتكون نتيجة ان ايه? ان هيحصل لي اه هيبقى العلاقة الطيار هيبقى فيه المقاومة اعلى. فالطيار هنا هيقل عن القيمة اللي في الاول وهتكون للعلاقة آآ آآ هتكون العلاقة اللي هو التربيع زي ما احنا آآ شفناها قبل كده. طيب لحد امتى بقى? آآ فتقع هنا لحد امتى? احنا فين هنا الجهد اللي عمل اللي اصلا في الاول? الفي جي اس صح? لما وصلت زادت عن مين يا جماعة? زادت عن وعملت الحاجة اسمها الفي او في ازن الفي دي اس اول ما هتوصل الفي او في هكون نتيجة ان هنا ايه يا جماعة? اصول كده هكون نتيجة ان الشانل دي هتعمل بالمنزر ده كده. يجي هنا و آآ شبه هتقفل خالص زي ما احنا شايفين. اول ما هتيجي تقفل هنا خالص ايه المتوقع بقى هنا هيحصل معناها مهما زودت وده ساتوريشن يا جماعة ما توصل الفين ما توصل في دي اس تكبر اكبر من او تساوي هكون هتكون هتجي نحصل ساتوريشن الطيار هيثبت خلاص ايا كان قيمة مهما زودت في الفي دي اس هيفضل قيمة الطيار بتاع حضرتك ثابت على طول مش هيتأثر مش هيزيد عن كده مهما زودت لان خلاص الشانل وصلت فينا يا جماعة بتاعتها الحرف بتاعها زي ما احنا شايفين مهما زي دي المرحلة دي نسميها يا جماعة نسميها لو انت عوضت هنا بقى بيه آآ تمام كده لو بتساوي هنا هتبقى هنا تربيع ناقص نصف آآ آآ اللي هي آآ آآ آسف اللي هي البي دي اس اه بتساوي في او في هتبقى بتساوي ايه تربيع زي ما احنا شايفيني وقادي العلاقة بتاعت الطيار في حالة مينة يا جماعة اما هيوصل ليه ساتوريشن هيوصل ساتوريشن هتفيك تعاوض هنا ان البي دي اس وصلت البي او في تربيع ناقص نص في او في تربيع هتديك آآ آآ اللي هو نص في او في تربيع النص يتلع برهو يبقى كده هيحصل هنا ساتوريشن نتيجة وصول فاصل بتاعها مهما زودت هنا بالنسبالي مهما زودت هنا بالنسبالي هيفضل الطيار سابت هو ده مفهوم بتاع طيب بنسبة البي موس زي ما عملنا بالزبط هناك في البي بولر جنكشن ترنزيستور كل حاجة كل المفاهيم وكل معدلات وكل حاجة ولكن بيبقى فيه كل المفاهيم معكوسة كل معكوسة عشان انا طبعا هنا عشان نعمل هنا بالن محتاجة حط هنا عشان اسحب مين ال هوالز انا عايز اسحب الهولز من هنا كده عايز اسحب الهولز من هنا كده عشان اعمل عشان كده سمناه و拜 Louisiana. فلازم احط هنا جهد ايه عشان اسحب مين ال هولز طبعا في عندنا حاجة اسمها سي موس اللي هو آآ كنبل الموس. اللي هو بيبقى فيه الان موس والبي موس الاتنين على نفس الشريحة ده بسميه. طيب يبقى عموما تركتريستيكس او الحاجة هلانتفع على السيمبلز. النسبة الان موس هنستخدم السيمبل اللي هو على اليمين خالص ده. ات السيمبل بتاع الان موس هما يكون الساهم عندنا خارج. بالمنزر كده ده الان موس وما يكون داخل كده وفوق تقل البي موس. وطبعا احنا عارفين في الان موس بيبقى تدرين فوق والسورس تحت. هنا بيبقى في السورس دايما يبقى الساهم دايما مع السورس. البي موس بيبقى السورس فوق والدرين تحت. والعلاقات بقى بتاعت الان موس ده ما احنا اتفقنا عليها خلاص فو احنا عارفنا العلاقات آآ بتاعتنا. ازا تعالوا كده نلخص بقى التلاتة موت زي كده بتاع آآ آآ ان موس زي ما احنا قلنا في الاول خالص. آآ لو هنا زي ما احنا شايفين ما فيش ما بين الجيت والسورس او اقل من هيبقى ده بنسميه يعني خلاص مش شغال ما فيش اي معدي فيه. طيب اما يكون بقى بدل التوصل لتعدي مين? تعدي زي ما احنا قلنا الفوت الزيادة عن سميه هيبتد بقى فيه خيار عندي هنا بيعدي ده بنسميها التريود ريجون. التريود ريجون. تمام كده لكن هنا بالتريود ريجون ده عميبتدي فيها عشان يعادي محط ما بين في بشارط هتفضل لحد ما توصل للو او من توصل للو هنخش من الو دي اما هتبقى اجبار من او يساوي طيب احنا في عندنا كده العلاقات. طبعا هناخد العلاقة بقى اللي هي معادلة من الدرجة التانية عشان دي آآ هي اللي بتوصف بشكل عام كلها مش الكزء بتاع آآ اللينير بس دول كده بقى ده الشكل بتاعنا بتاعنا على قطعة بتاعتنا عموما اول حاجة ان لازم تزيد عن آآ طبعا احنا هنا آآ ما قلناش بقى بالنسبة للن موس في مختلفة عن فهنا نسميها في تي ان دي بقى احنا بنكلم على ترانسيستور يبقى او من تزيد عن بقيمة بقى اهنا كانت قيمة مهم بتزيد عن هيبقى ده بدأنا نخش في مين ياما في ياما في على حسب بقى قيمة كان تمام كده لو كانت اصغر من يبقى ده في لو كانت اكبر من او تساوي يبقى كده في ادي العلاقة هي هو دي او دي الاتنين طبعا نسيانة احنا بس شلنا وحطينا ادي العلاقة هي بتاعة وهدي العلاقة هي بتاعة طبعا لو حبينا آآ نشوفهم كده العلاقات بقى لو آآ نقولنا بشكل بسيط ان اصغر من او اكبر من او تساوي احنا هنا لو شوفنا لو اخدنا الاس ده الريفرنس اللي احنا بنقارن بي من اس بي كل الفلطات زي ما قلنا الجيت هنا هي لازم تعلي عن ال زي ما احنا شايفين عشان يبقى فيه مش كاتف قرما تعليق قيمة الفرق ده كما سمنا قلنا هنا بقى الفلط بقى بين او ما بيكون اعلى من ال كل المواطية دي اسمها كل المواطية دي اسمها اول ما اول ما ما بينا الصورة تبقى اعلى من طبعا احنا هنا لو خدنا بقى العلاقة عشان نعرف بينها وبين الجيت قدية هنلاقي لو القيمة بتاعته بينه وبين الجيت او بتسويه او اكبر منه يبقى ساعاتها احنا فين نرجح هنا تاني طيب احنا ايه الفايدة من الكلام ده ان احنا زي ما احنا قلنا زي ما اخدنا فيه احنا عايزين انا من حلم يتقلنا يعرف بتاعه ايه هو يبقى هنا درينة هو ده الدرين لو فرضنا هو طبعا او قلت دي الجيت لازم تكون اعلى من مين لازم تكون اعلى من الصور عشان يبقى فيه اصلا او لا ما يبقاش كتوفل لازم تكون دي اعلى من دي ثم لازم تكون بنسبة للجيت يا اما اعلى منها هي القيمة اللي فوق دي يا اما تكون اعلى منها في القيمة دي او بتسويها او متقلش عن قيمة ازا لو احنا جينا في حل المسائل لقينا ده اعلى بولت خالص ثم لو فرضنا هنا ستة بولت ثم لقينا هنا مثلا خمسة فولت ثم هنا اربعة فولت ازا ده وانت مغمط ده بالزبط اللي زي ما كاننا فين في البيبولا جيناتنا رزيستور زي ما حقولنا لو لقيت الفولت متوزع اه الفوق ثم البيز في النص ثم الامتر تحت اللي بقى انت وانت مغمط ده فين? اه في الريجون بتاعة الاكتيف مود. طيب احنا ليه مهتمين بالاكتيف مهتمين بالساتيوريشن هنا لان هما دول ساتيوريشن هنا زي ما احنا نشوف دلوقتي هي دي المودة المستخدمة في التكبير في زي ما هنشوف دلوقتي. تمام كده? اه طيب بالنسبة لبيموس نفس القصة كلها نفس العلاقات وكل حاجة بس طبعا زي ما حقولنا بقى فيه اه بتاعته مختلفة نسميها تمام? ونفس العلاقات بس زي ما بتبقى الاتجاهات بتاعتها معكوسة نتيجة ان الان بدل بي والبي بدل الان بتبقى الاتجاهات بتاعته معكوسة ودي لعلاقات بتاعتهم زي ما احنا برضو آآ قلنا هناك بس طبعا احنا بدل ما نعكس زي ما احنا عارفين زي ما عانوا في البيبولة جنشن تنظيف سلو بدل ما نحط اشارات سالب هنعكس بس الاسماء. يعني هتبقى وفي دي اس هتبقى لان طبعا هتبقى طيب هنا بقى نخش على اه 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 الفكرة بقى بتاعت انهي بقى مود بالنسبة اللي انا ممكن استخدامه في التكبير في هنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده في حالة خلاص معناها قلنا يعني ايه? بتاع ما بيتحركش ما بيتأثارش بقيمة بقيمة لكن هنا القيمة بتاعت الطيار هنا بتسوي ايه جماعة? هنعرفين علاقة بتاعته? بتبقى علاقة فيها فيها تمام كده? ازا بعبارة عن زي ما احنا عارفين ازا لو اتغيرت من القيمة دي القيمة دي هيبقى ده. طب لو قيارنا تاني هتبقى ده. لو غيرنا تاني هيبقى ده. زي ما احنا شايفين قيمة تغيير صغير هنا بين الجيت والسورس بيكون بديني تغيير كبير في الطيار هو ده اللي احنا رسمينه هنا. ده علاقة بقى مع مين يا جماعة? مع الفي جي اس. الفي دي اس زي هنا بالنسبة الفي دي اس مهما تزودت زي ما احنا قمنا بكده عشان الحركة بتاعت اللي بيحصل فيه دي مهما تزودت في الفي دي اس خلاص لكن الفي جي اس لو زودنا بيحصل فيها الزيادة زي ما احنا شايفين الزيادة في الشكل اللي احنا قدامنا ده. وده اللي ممكن نستخدمه احنا في التكبير. يبقى اقل زي ما عمنا فيه يعني هناك اقل تغيير صغير بيديني تغيير في هنا اي تغيير صغير في الجيت بيديني تغيير كبير فين? يبقى ده هو المستخدم فيه اه المستخدم في الامبليفاير اه في الامبليفكيشن هو المود بتاع خيب هنا برضو زي ما اه خدنا هناك احنا في عندنا هنا المتوقع في ان دي تبقى زي ما احنا شايفين كده هو مهما نزودت لكن اكتشفنا آآ ان برضو في حاجة زي هناك ان احنا لا فيه برضو تغيير ما بين فيه علاقة ما بين وآ فيه تغيير كده بيبقى فيه تغيير بسيط واحنا نعود عن ده بايه بان احنا نحط في الموديل بتاعه برضو مقاومة قيمتها وقيمتها بتساوي آآ هناخدها دلوقتي بتساوي آآ على كابتل اي دي الفي اي على كابتل اي دي ده بنعوض عنا عن ان المفروض في بيبقى الطيار سابت ما بين آآ مع تغيير بيبقى الطيار سابت بتاعة لكن آآ عشان نعوض بقى عن التأسير دوت نحط بقى قيمة طب هنا بقى بيجي منين الكلام ده كله ان يا جماعة طولها بيختلف ان انا ممكن كل ما زود الفي دي اس اللي بيحصل هنا بدل ما هي كانت هتبقى هنا تمام كده هتبقى فين؟ كانت في الاول هنا ادي عند الدرين اهو فبزودت ادامة وسطت عند الفي او في فبزودت اكتر هتبقى هنا هتبقى هنا اتبقى هنا كل الكلام ده هيكون نتيجة كده ايه؟ ان هيحصل لي تغيير ما بين تغيير في الاي دي كل ما زود الفي دي اس نتيجة ان الطول الحقيقي التغير بتاع الاتشانل ده هكون نتيجة ان هنا طبعا زي ما احنا شايفين في هنحط بقى احنا معامل تعويض للكلام ده 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 معامل تعويض لمين؟ عشان هناخد التأسير بتاع مين؟ بتاع الميل اللي احنا شفناه هنا. طبعا انا لو قلت لك ما او ما او قلت لك ما تاخدش التأسير ده مش هناخده. لكن احنا كالعادة بيبقى مهمة بالنسبة لنا فين يا جماعة? دي الاي سي سيركت. طب الاي سي سيركت مودل بالنسبة لي كل الفرق ان انا بحط فيه مقاومة ارنود. خيب. بالوقت في عندنا مجموعة من برضو مفهود ان احنا هنحل دي سي. ثم هنحل انا بس هاخرها للاخر. هنتكلم بس كده ملخص عن الاي سي. ثم اه هنتكلم على المسائل اه مع بعض دي سي واي سي. زي ما حلينا في البيبولار اه ترانزيستر. هنا بقى فيه طريقة اه مشابهة لنفس اللي عملناه في البيبولار ترانزيستر ان انا لو حطيت اعتبرت الفولت اللي داخل اي سي زائد اي سي واعوضت في المعادلات اللي هناك واستنتج فيما بتاعت الاي سي اللي خارجة كامل. هتلاقي زي ما احنا شايفين كده ان الطيار اللي طالع اي سي طبعا دي خلاص كلها يبقى ده اي سي ان الطيار اللي طالع اه كاي سي مرتبط بمين؟ في الجي ام في مين؟ في الفي جي اس. زي ما احنا قلنا الفولت ما بين الجيت والسورس. طبعا كده وطبعا احنا برضو هتطلع معنا القيمة الجي ام بتساوي في اللي هو بتاع الترانزيستر او لو عوضنا ممكن يدينك اتنين اي دي على طبعا عشان كده محتاجين نحل الاول كالعادة عشان اجيب كابتال اي دي. واجيب وكده جبت الجي ام طب وقيمة الار نوت برضو هنا بتساوي على اي دي. فيما المطلقة على اي دي دي قيمة الار نوت. طبعا هنا نلاحز حاجة با مهمة جدا ايه هي? ايه اللي فرق كده بين الموديل ده والموديل بتاع ان مفيش عندي المقاومة بتاعة تمام كده؟ معناها كده ان حاجتين اولا ما فيش عندي داخل ده مهم جدا جدا خاصة في ان انا عندي هناك كنت بعمل ايه? مادم ما فيش مقاومة دي كان في عندي تلات طيارات واجيب واحد فيهم واجيب الاتنين التانين والايه? وكان آآ بيتجمعوا يديني كان بيسوي زائد تمام كده هنا عندي مفيش اي جيت ازا على طول هو اي سورس يبقى ازا ما اجيحل اي مسألة كده ازا ما هيجي نتكلم في الوقتي عبارة عن مفيش هنا طيار يا جماعة مفيش هنا طيار داخل يبقى على طول والاي جيت دايما بزيرو طبعا ده هيحللي مشكلة هيسهل لي مشاكل جدا 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 ان عندي طيار فيهم بزيرو والطيار هو نفسه حاجة تانية ما بقاش في عندي مقاومة في هنا مفيش هنا مقاومة معناها ما كنت بحسب البي امبوت وبحسب كل الامبوت في حاجة بتاعتي ما بقاش في عندي مقاومة هنا فكده سهلت كمان في فالمسائل بتاعة المصفت عموما تبقى في الدي سي والاي سي اسهل من مسائل زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي طبعا برضو في عندنا موضل تي موضل ده الشكل بتاع موضل لو احنا اه حبينا نستخدم اللي هو اسهل في الاستقدام ده من غير الار نوت وده بالار نوت طبعا ده اللي هو الارلي افكت باستخدم لو انا اديتو لك في المسألة او اديتك في اي اي بقى انا هستخدم الموضل ده طبعا زي ما هنقولنا الاتنين موضل ممكن استخدم اي واحد فيهم على حسب اللي هسهل المسألة اه اكتر من التاني ازا السامري بقى بتاعة اه السمول سيجنال موضل زي ما احنا شايفين هو ده الموضل بتاعنا لو انا هستخدم اه الار نوت وقيمة الجي ام زي ما احنا قلنا اتنين على يعني يعني والار نوت بتساوي على اي دي او واحد على لندا اه اي دي وده الموضل التاني اللي هستخدم اللي هو اه التي اه التي موضل تمام ده بنسبة لي اه لا ده بنسبة لمن البي موس ده الان موس والبي موس شرحه اه اه نفس برضو قصة والموضل بس ده ما احنا قلنا بالنعكس الاتجاهات بتاعة الاشارات خيب بنسبة للتوصيلات بقى عندنا زي هناك برضو بالزبط في عندنا اه والكمون والكمون درين زي ما احنا قلنا معناه هو اللي بيكون بين والاوتبوت والكمون درين هو هو اللي بيبقى بين والاوتبوت هو اللي وصل بالارتجاهات فالكمون فالكمون يا جماعة يكون الصورس هو آآ معنا هنا بدخل على الجيت واخد على ده بالضبط اللي احنا شفنا هنا له التوصيل اللي احنا آآ جربناه واحنا عارفنا هنا هو اللي احنا شغالين عليه رغبات دلوقتي ان ده بتاعت اهو. نسبة للانموس اهو يبقى هنا دلوقتي هدخل انا اهو ده هو هدخل الانبوت فين على الجيت واخد على الدرين وده العلاقة بتاعته آآ زي ما احنا شوفنا. ده هو المستخدم فيه وده احسن مستخدم طيب ممكن احطه زي هناك بالضبط ممكن احط مقاوم على ما يبقاش على الارض على طول ده هيحسن لي في المواصفات هيعمل لكن على حساب مين هيحساب هيقلل لي شوية في الجيت لكن هيحسن لي فيه مواصفات نفسه بالضبط اللي هناك آآ في البردو الاولين. طيب آآ هنا ده نادرا ما بيستخدم نفس برضو قصة لهناك ثم اللي هو آآ ده من نسبالي بيستخدم كبولتج بفر ده باستخدمه كبولتج بفر دول التالت تواصلات الرئيسية اللي احنا ممكن تخدمه طبعا الاكسر استخداما كامبيليفاير هو اللي احنا عمنا عليه السنتاجات بتاعتنا كلها. طيب تعال باللوقتي بقى نشوف المسائل كده بسرعة الدي سي والاي سي ممكن مسائل ديها تتحل ازاي معنا وبسهولة خالص زي ما احنا قلنا اسهل حتى من آآ ناخد بقى المسائل خلاص مفيش حاجة جديدة هنجمع لكم بس بعض هنا في مكان واحد آآ طبعا دي بس انا بفكركم في القواعد اللي احنا قلناها والقوانيل احنا في التاريود وفي آآ في الساتيوريشن وهناخد المسائلة الاولى بالنسبة لي هنا في الموسفت سيركيت وده مسألة في آآ 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 هناخد دي سي الاول وبعد كده هنشوف بقى الاتنين مع بعض هناخد مسألة كاملة مع بعض دي سي واي سي زي ما عملنا في آآ 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 هنا هو مديني آآ آآ يعني المسألة آآ آآ لفة شوية هو بيقول ايه? حاجة وسيطة بدل ما يديني هو القيمة بتاعة الار دي والار اس واللي هات قيمة الطيارات والحاجات دي. لا هو مديك هو قيمة الاي دي. بيقول لك احنا عايزين نصمم الديود ده بحيس يديني اي دي القيمة اللي هي آآ اربعة من عشرة ميلي امبير. وعايز آآ وعايز قيمة الفي دي نصف فولت. الحساب لي انت بقى قيمة الار دي والار اس. هو طبعا مديلنا مين? مديلنا الكونستانت اللي هو البيتي مديها لك سعر من عشرة فولت. مدينا الكونستانت بتاعة الديود اللي هو الال والدابليو والميو آآ في اه طبعا احنا بيقول نجليكت بقى اللي هو اللاندة بتساوي زيره طبعا الكائن اللاندة بتساوي زيره هو زي 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 ما احنا قوله هو التاسي زي اللي هو خلاص هاللات يعني مدييني ومدييني عايز يحسب بار دي وار اس. خلاص انا كده اللي عارف الطيار اللي ماشي في المقاومة عارف الفولت قبلها والفولت بعدها. احنا عارفين آآ مدام طيار ما عادي في المقاومة ادي بوسط بنيجاتيف. فرق الطيقة فرق الفولت الفولت قبلها آآ آآ ناقص الفولت بعدها بيساوي آآ يبقى ازا آآ هتساوي زي ما احنا جايفين اهو البي دي دي ناقص البي دي ما اديك القيم كلها جيبنا خلاص على طول الاردي بخمسة كمام كده هنا البي دي بنص فولت وطبعا احنا في الحاجات زي كده ما بيكونش زي بالزبط آآ في الاول بنفترض ان هو آآ المود اللي هو طبعا ما دام دي سي واسي اناليس نفترض على طول هو آآ هنا طبعا ناقص بنفترض ان هو اه نحن نفترض ان هو ونشوف الفرض بتاعنا صح ولا غلط طبعا احنا عندنا على طول البي دي هنا بكام نص فولت آآ واكبر من مين طبعا اكبر من ايه من الفي جيت يعطول احنا مغمضين ده عبارة عن في على طول في الفي جيت زي ما احنا قلنا الفي دي اكبر من الفي جيت لو في في دي اعلى حاجة ثم الجيت في النص ثم هنا الفولت ده اقل حاجة كده على طول انت مغمض ساتوريشن الفي دي لو وصلت حتى بتساوي برضو اقل بس قيمة ما زيتش عن كل ده برضو طب خلاص انا كده عندي مين? آآ آآ عندي قيمة هو مدهاني وانا عارف ان الاي دي بتساوي علاقة بينها وبين تربيع طب تربيع عبارة عن ايه? ناقص ناقص طيب مدها لكن ما انا هقدر اجيب منها ايه? هقدر اجيب منها آآ 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 كان بنسبالي طبعا البي جيت هنا بنسبالي خلاص صفر انا عارفة. يبقى كده هعوض الاي دي عندي هعوض بكل القيم بتاعتي عادي كل القيم من معدلات فوقها هيديني طبعا دي كانت تربيع هجيب جاز بتاعها هيديني بنص فولت في او في احنا عارفين ان بساوي زائد في او في يبقى هتساوي واحد واثنين من عشر فولت هجمعهم على بعض طبعا احنا قلنا عبارة عن ناقص يبقى 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 سالب واحد واثنين من عشرة. ده بتاع مين? خلاص انا جبت هنا بتاع هنا كم? خلاص انا كده برضو عارف قبل المقاومة والبولت بعدها برضو اعمل ايه? احسب وعارف الطيار يبقى قدر احسب قيمة المقاومة. دي يبقى قبلها نقص بعدها بيساوي البولت قبلها اللي احنا حسبناه والبولت بعدها مينس آآ على آآ آآ بقى تناديديني في الاخر قيمة المقاومة ار اس بي تلاتة وخمسة وعشر من مية كيلو اون. زي ما احنا شايفين الموضوع بسيط وآآ سيمبل خالص يعني. مجرد تعويض مباشرة في القوانين وحاجة يعني من آآ اسهل من. طبعا كان ممكن يعمل العكس زي ما احنا نشوف دلوقتي بدل ما يديني قيم المقاومات. آآ بدل ما يديني قيمة الطيار والفولت هنا هيقول لي لا خد المقاومات ده هنشوف المسألة اللي جاية. قدر المقاومات هي وكل حاجة. احسيب لي انت والفولتات والحاجات. هادي المسألة هي اللي بعدها. طبعا اكبر شوية. مديني قيم المقاومات دي كلها. مديني كلها موجودة عندي. مديني مديني آآ كل اللي انا محتاجها. وبيقول لي برضو آآ بيساوي زيرو يعني ده غالبا بنعمله في دي سي برضو هناك زي في غالبا بنهمل التأثير بتاع في في دي سي. طيب دائما عملنا هناك بالزبط في المسألة اللي كنا شرحناه في التاني. انا عايز اعمل ايه هنا? عايز اجيب هنا. احنا عارفين طبعا خلاص ده هنا عشر فولت متوزع بالتساوي على مين? على المقاومتين دول. ممكن اجيب انا وحط هنا زي ما احنا عملنا بكده وحط هنا مقاومة. اجيب كنت المقاومة عبارة عن دي بارل مع دي. وقيمة هنا كامل. بس احنا هنا اخد بالنا من حاجة انا مش محتاجة حتى اجيب ليه? لان انا هنا اه لو انا حطيت قيمة مقاومة هنا كده. تمام كده? اللي هي مقاومة عشرة كيلو عشرة ميجا مع عشرة ميجا بارل هيديني كام? خمسة ميجا. تمام كده? المفروض هنا كامل? خمسة فولت والفولت هنا. خمسة ناقص الاي في الار. طب ما هو الاي بساوي زيرو. يبقى هو على طول من غير ما انا عمل الكلام ده انا عارف ان هنا على طول بكام يا جماعة. بنفس هنا بخمسة فولت على طول. طبعا الكلام ده ما كانتش يعمله في عام فعمله في ليه? ان في هنا. فالفولت هنا مش هو نفس الفولت اللي فين? اللي داخل لكن هنا عندي آآ هو نفس الفولت ليه? لان الاي بزيرو. حتى لو جيب اكويفلنت وحطيت مقاومة هنا فالاي هنا بكام ايه? اي بزيرو فيبقى هنا هو برضو خمسة فولت. طيب ازا كده انا عارف بتاع الجيت كام? اعمل بقى انا محتاج اه اجيب طبعا البولت بتاع الاي دي احنا طبعا هنا اه هقول الكابتل بقى اي دي اللي هو الايه? بالنسبالي انا البولت هنا كان عندي عشرة. طبعا البولت هنا هيبقى كام? عشرة ناقص الاي في الار. طبعا هناخد بالنا هو عمل هنا يعني اختصارا خلى المفروض دي ستة كيلو يعني ستة لاف في الاي دي. ولكن هو اعتبره ستة اي دي بس يبقى هنا الطيار هنا بتاعنا اللي هو عمل معادلة وحل على كده الاي دي هيطلع بالميلي امبير على طول. لكن انت لو هتطلق بطلع خليها ستة لاف اي دي. تمام كده عشرة ناقص ستة لاف يعني ستة كيلو في الاي دي. هنا كام? زي برضو ما احنا عارفين هنا بوست بنيجاتيف واللي بعد الفولت بسالب يبقى هنا الفولت على طول بكام? بستة اللي هو اي في ار على طول يبقى ستة في اي دي برضو. طيب هنا الفولت بتاع اه الدرين عشرة ناقص ستة اي دي. والفولت بتاع السورس ستة اي دي. طيب الفولت بتاع الجيت بكم? خمسة فولت. ازا انا اقدر اجيب كده الفي جي اس ولا لا? اه الفي جي اس معروفة. قبرة عن خمسة ناقص اللي هو الخمسة اللي هو الفي جي ناقص مين? ناقص السورس اللي هو ستة اي دي اهو ده هو عند السورس ده الفي اس تمام كده? طيب ما هو انا عندي علاقة ما بين الاي دي واحنا اقولنا اللوت هنفطرنا هو فين? في الساتيوريشن وبعد كده فين? هنشوف بعد الصمشن بتاعنا صحة والغلط احنا فرضين هو فين في الساتيوريشن انا بقى استخدم العلاقة بتاعت مين? بتاعت الساتيوريشن الاي دي بتساوي تمام? القيمة دي. الكون الصمدية كلها عندي. الفي جي اس بقيمة اللي فوق دي. والفي تي ايه عندي? هيديني ايه يا جماعة? عوض بقت معادلة كلها في الاي دي بس فقط لغير. اي دي بيساوي الكلام ده كله. انا وحطينا خمسة ناقص ستة اي دي اهي. بقت معادلة كلها في الاي دي لغير. هيديني في الاخر معادلة من الدرجة التانية تمنتاشر اي دي تربيع ناقص خمسة عشرين اي دي زائد تمانية بيساوي. طبعا نقدر نحلها بالعلاقة اللي احنا عارفينها المشهورة بتاعة آآ اللي هو حل معادلة من الدرجة التانية اللي هي زائد او ناقص جزر بي تربيع ناس اربعة اي سي على اتنين اي. طبعا مدام معادلة من الدرجة التانية هيديني قيمتين. فاما هيديني تسعة وتمانين من مية ميلي امبير او نص ميلي امبير. تمام كده? طيب. لو هستخدمنا التسعة وتمانين مية ميلي امبير. هيبقى كام هنا? الستة فيها. التسعة وتمانين مية ميلي امبير. هيديني كام? خمسة واربعة وتراتيم مية مية بولت. لو هنا دي خمسة وكسر. والجيت هنا خمسة بس. معناها ان الصورس اعلى من الجيت. ازا يبقى ده على طول ايه بالنسبة لنا كطف يبقى يبقى البتاع ده ايه? الفرد ده غلط. ليه? لان هو هيديني هيخلي التنزيل في الكطف وكل الطائرات وكل حاجات المعدلية دي. طيب ازا الفرد بتاع ان انت تاخد الطيار تسعة مية 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 ده غلط. يبقى هناخد زي ما انا افترض. تمام كده? لان اداني هنا بتاع زي ما احنا شفنا تلاتة بسبعة. تمام كده بقى دي هنا سبعة خمسة تلاتة. اول ما تلاقيه كده التقسيمة دي من فوق اللي تحت كده على طول اكبر حاجة ثم اللي في النص اللي بتاحت يبقى على طول ده وكده المسألة تحلت على طول بشكل يعني على طول مباشر. طيب احنا بالنسبة بقى زي ما احنا عارفين خلاص قلنا المرة الفاتية هيبقى ده شكل الموضل بتاعنا لو انا خدت العشمات ده لو انا مش اخد تأسير بتاع ولا على اليمين لو انا هاخد التأسير بتاع الشانل وقضي قيمة زي ما احنا عارفين وقضي قيمة زي ما احنا عارفين. اه تمام طيب احنا بقى وبرضو في عندنا موضل اهو لو حبينا ناخد برضو على الشمال من غير الار نوت وفي اليمين من غير بالار نوت. طيب خلينا اخد كامل بقى. هنحلنا واحد كامل. طبعا هو آآ قدامنا هو كل المعطيات الموجودة. بالنسبة للدي سي عايز كل الفولتات بقى والفي جي اس والفي جي والفي دي وكلام ده كله بتاعه ومديني كل القيم بتاعتنا اللي احنا نحتاجينها وبيقول لي حسيب لي في الاخر جي ام والار نوت بالنسبة الاسي اناليس اسبع عايز الار امبوت والار اوتبوت والا في نوت والا في والجين والكلام ده كله. تعالوا نحسيبها مع بعض نشوف الموضوع بعد ايه? جدا نتيجة ان انا مفيش عندي ايه? طيار داخل في الجيل. طب هنبدأ نحل الدي سي الاول زي ما حقونا الدي سي يبقى يبقى المكسفات دي على طول ايه? ده مش موجود ده مش موجود ده مش موجود مين الفاضل هنا هي بس فقط لغير هي الدايرة دي تمام كده? فهي الدايرة دي الموجودة فين يا جماعة? دي الدايرة الموجودة فين في وكل الفولتات اللي عند جبا هي دي سي. كابتل في دي ده دي سي. والكابتل اي ده دي سي. فعنح الله ادي الدايرة هيت. تمام? على طول ويحنا مغمضين كده. هنا هنا بكام على الطيارة على طول بكام? اول حاجة تبص عليه عطول اي جيت بكام? بزيرو. طب احنا عندنا ما دام اي جيت بزيرو هنا ودي ارض. دي اه دا هنا هنا بزيرو يعني اي فقر هنا بزيرو يبقى الفولت هنا هو نفسه هنا. انه فيش يبقى هنا الفولت بتاع الجيت كام? على طول بزيرو انت مقمر بدون اي اه بدون اي اه شك يعني البولت هنا بكام على طول بزيرو خلاص كده جبنا وجبنا طيب نبص هنا هنلاقي في عندي ويحنا قلنا التار اللي فوق هو هو التار اللي تحت يبقى ده على طول مين يا جماعة قيمة ده قيمة مدام ده قيمة يبقى هنا علفة المعدي نصف ميلي امبير في هذا الاتجاه انا عارف قبله يبقى البولت اللي بعدها يسوي ايه يا جماعة? على طول الحل على طول هيبقى العشرة ناقص النصف في الخمستاشر نصف ميلي في الخمستاشر كيلو هيديني كم? سبعة ونصف يبقى عشر ناقص سبعة ونصف هيديني اتنين ونصف فولت تمام كده? طيب انا عندي دلوقتي انا عارف الفولت هنا بزير وعارف ده ومديني عندي ايه كمان? عندي الفولت بتاع هو عندي الفي تي. زي ما احنا قلنا دايما بنفترض ان احنا في عندي قيمة مين? عندي قيمة تمام كده? فالايد بتساوي علاقة بمين؟ كل التي كنت تنتم موجودة علاقة بال تربيع. طيب خلاص اياها استنتج منها الفي او فية طيب حلاص انا جيبت الفي CE عبارة عن احنا هاتفين علاقة بينها بين divergs طب الموجودة هقدر جيب منها مين 200 هدهائي اللي هي بime واحد ونص فولت هجيب منها مين وبين الجيت ومين? والسورس. خلاص كده هقدر جيب السورس هتلعلي بسالب تنين ونص فولت. طبعا كده؟ طبعا انطلاع باتنين ونصف فولت بقى هقدر اجيب العلاقة بين مين? بين الجيت والسورس. على طول جبت العلاقة جبت كده خلاص كل الفولتات وكل الطيارات هقدر احسب ال جي ام واحسب المنتهى. طيب عايزين نحلها بقى خلينا نرجع تاني للدائرة دي. هرجع دلوقتي حل الدايرة ايه? هبتدي ايه? في هعمل ازي ما احنا قلنا في المكسفات دي هتبقى المكسف ده شورت. دي المكسف ده شورت. ودي المكسف ده ايه? تمام كده? اه بيبقى بيبقى ده خلاص ده موجود بيبقى شورت سيركت ده اللي هو يعني بقى ده هيبقى واصل بالارض. تمام? اه وطبعا ده خلاص احنا هناخده معنا ده برضو بيبقى واصل بمين? واصل بالارض برضو نفس الكلام لان الشورت بينه بين الارض لان ده دي سي. فانا كده هبقى عندي سيجنل سيجنل بعدها دخل على دخل على الموديل بتاعي بعد كده آآ 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 واصل بالارض عنده على الارض وبعدين على الارض خلاص ادي هو رمز بتاعنا على الارض وهحط هنا معي في الحساب. طبعا هنا هنلاقي الحسابات بتاعتها اسهل من ترانزيستور على طول يساوي ايه? منبص من اليمين على الترانزيستور بعد مش شايف قدامي غير الار جي. طيب هو ده مين? طب الار آآ بنبص من اليمين آآ آآ بنبص من اليمين طبعا الار امبت بص من الشمال لان احنا الار امبت قلنا بحط الامبت عالشمال. والار امبت نبص من اليمين. ايه اللي شايفونا هنا? بعد الار ايه اللي ما باخداش? عبارة عن الار دي بارل مع الار نوت. خلاص ادي كله. خيط مطلوب التاني عايز ايه في نوت. ايه في نوت بيبقى في اوتبت على في امبت من غير الار لوت. هنا بتساوي ايه? طيارة هم عادة بس ما احنا قلنا تطالع من تحت الفوق هنا لان عشان يتجمع هناك مدام ما فيش ار ال يبقى عبارة عن الطيار ده مضروف في مين? فار نوت بارل مع ار دي بس. ار نوت بارل مع ار دي. في الفي جي اس. الفي جي اس هي نفسها الفي امبت. طب اما هاجي في الاخر اشتوه مع بعض هيتفضل الفي ايه في نوت بتساوي ماينس جي ام في الار نوت بارل مع الار دي. للاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تلاتة بارلل مع بعض. طيب بدل ما هاقسم على نفس ده بس بدل ما هاقسم على هاقسم على هاقسم على ازاي ما احنا قلنا ما بين والارجي هيبقى اجيبت علاقة ما بين البي سيجنل والآآ البي امبوت وهحاقوض بقى في العلاقة هنا هتقول زي ما احنا بخوان هناك بالزبط هديني ايه? دي هتتاسم على مقلوب من اصل بارلل المقامتين دول اللي هو ايه? اه اللي هو التوزيع بتاع الاتنين دول مع بعض. ازا زي المسألة هناك بالزبط مجرد تعويض مباشر في القوانين. الاخر المطلوب هنا بيقول لي لو انا عايز بقى لو انا اديتك قيمة بقى طبعا احنا كلها عندنا جايبينها بتطلع كلها بالسالب لان احنا بالسالب. لكن ما يديني زي كده بالمعناها واخد القيمة من اقصى قيمة الاصغر قيمة يبقى انا خلاص ما بحسبش بقى بقوله بالسالب كزا لان هو طبعا دي بيكلمش على سالب وموجة بيكلم على قد ايه? فعشان كده عشان كان في حد سال قبل كده. ما بجحس في البيك تو بيك عن طريق ضرب في الجين باخد القيمة بتاعت الجين كأنها موجة لان البيك تو بيك مالهاف فيش فيها سالب وموجة. يعني باخد القيمة اخصى قيمة من اه فوق وتحت. طبعا قيمة السالب في الجين معناها السيجنال هتخرج مقلوبة. اه بس هو ده المعنى المفهوم يعني لكن بيك تو بيك هتبقى نفس القيمة. فهنا بيقول لي هنا لو كانت اربعة من عشرة بولت. هاي بدي هنا اربعة من عشرة بولت. عايز كامل? طبعا عندي اللي انا حسبته هو ده العلاقة بين البي سيجنال والبي اوتبوت. هضرب البي سيجنال الاربعة من عشرة بولت فيه في البي اوتبوت. هيديني باسف هيديني في اوتبوت. زي ما هنشايفون مسألة تهل خالص. تعويض مباشر اسهل حتى من مسألة بتاعت. ازا احنا ايه اللي اخدناها لغاية دلوقتي? اخدنا ايه الموسفت وقلنا المميزات بتاعت الموسفت او الفروق بينه وبين البي بولر ترانزيستور. واخدنا الموديلز بتاعته واخدنا الدي سي والاي سي كله كان كلام معاد ومقرر اه اه كثير يعني شبيه جدا بالبي بل على العكس اسهل في الدي سي لان الجيت الاي جيت بزير وبالتالي هو الاي سورس. واسهل في الاي سي لان مفيش عندي اه مفيش مقاومة ما بين الايه الجيت والسورس مفيش ار هنا فطبعا هتلاقي حتى الحسابات وكل حاجة اسهل. اه ده كانت نهاية كده المحاضرة النهاردة بتاعت بتاعت الموسفت اه الموسفت انتفاد Climate Change موسيقى موسيقى